أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى إلك آيات الكتاب وقرآنه المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهروا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أدلها وما يستغفرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة نفوت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلى المنظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون كذلك نستقه في قلوب المجلمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به عجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض ما تذناها وألقينا فيها روازي وأنبتنا فيها من كل شيء موتون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازبين وإن من شيء إلا عندنا قزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الزياحة لواقحة فأنذلنا من السماء ماء فأبقينا كمور وما أنكم له بقاظنين وإنا لن نحي والميت ونحن الوالدون ونقد علمنا المستقدمين منكم ونقد علمنا المستاقرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ونقد خلغنا لي وسال من صلصال من حفاهم مسنون وإذ قال ربك للملائك بيقالكم بسرهم من صلصال من حفاهم مسنون فإذا سويته ولفغت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائك لكل مجمعون إلا إبلي سابا أن يكون مع الساجدين قال يا إبلي سمالك ألا نكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد المشهر خلقتهم من صلصال من حفاهم مسنون قال فافرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعلة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم وعثون قال فإنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأوفي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المقنصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم تطار إلا ما لاتبعك من الغابين وإن جهنم لا موعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جناتهم وعيون ادخذها بسلام الآمنين ونسعنا ما في سدورهم من غل إخوارا على سرورهم متقابلين لا يبسهم فيها نصف وما هم منها بمقرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ ذهنوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلاب عليم قال أبشرتموني على أمن السن الكبر فبمدشر قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال ومن يقنز من رحمة ربه إلا الضالون قال فما فطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطة إلا لو نجوهم مجمعين إلا امراتهم فترنا إنها لمن رطابرين فلما جاء آل المسل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسجب يهدك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يستفت منكم أحدهم ومن بحيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمرى المتابر هؤلاء مقطع مصبعين وجاء آل المدينة يتبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقضعون واتقوا الله ولا تقضل قالوا أولا من أنهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إنكم فاعلين لعموا فإنهم لفي سترتهم يعمعون فأخذتهم الصيحة المشرحين فجعلنا علىها يا سافلها وأمقرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيغة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما داب إمام مبين ولقد كذبوا أصحاب الهجر المرسلين وآذنهم آذن فكانوا عنها مولودين فكانوا ينهتون من الجبال فيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهما كانوا يسيبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن السعادة الآتية فاصفحي الصحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أديناك سبع من المثال والقرآن العظيم لا تمدن معينك إلى ما اتعن به أزواجا منهم ولا تحسن عليهم وقفز جناح غير المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا من القرآن عبدين فوربك أن أسألنا واجمعين عما كانوا يعملون فاستعد ما تؤمروا أعرف عن المسيقين إن غفيناك المستاذين الذين نجعلون مع الله إلى الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيغ صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعددون سبحانه تعالى عما يشقون ترزل الملائك بالروح من أمره على من يشاء من عباده يتنظر أنه لا إله إلا نبتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشقون خلق الإنسان من مطفد فإذا هو قصيم مبين والأنعم خلقها لكم فيها تبقون ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن مبادره إلا بشكل الأنفس إن ربكم روح الرحيم والخيل والبقال والأمير لترقبوها وزينا ويخرق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو سنهداكم أجمعين هو الذي أهزل من السماء ما أنكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بالزرعة والسيطون والنقيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك الآية اللي قوم يتبكرون فصق لكم الليل والنهر والشمس والقمر والنجوم مساء صرات بمنه إن في ذلك الآية اللي قوم يعقلون وماذا لكم في ذلك المختلفة إن في ذلك الآيات اللي قوم يتبكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحمة مطنية وتستخج منه علية تلبتونها وترى الفلق مواقر فيه ولتابتوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسياً تميداً بكم أنهاراً وسهولاً لعلكم تحسدون وعلاماتهم وبنهم يحسدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الله نظفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من ذن الله لا يخلقون أشياء ومخلقون أبوات غير أحياء وما يجعون أي أن يبعثون وإذا قيل لهم ماذا أنذرهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه من بضائر علم ألا أساء ما يذرون قد مكر الذين من قبله فأتى الله بنيانهم من القواعد فهر عليهم استقبوا من فاقهم أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يغضرهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتو حلم إن القزي اليوم والسوم على الكافرين الذين تتوفاهم الملاجد الظالمين أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله علمهم بباكوهم تعملون فادخلوا أبواب جهدنا وقارزين فيها فألقوا سمسكوا المتكبرين وقيل للجنة وماذا أنزل ربهم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا أهدنا ولا دار الآخر تخير ولا نعم دار المتقين جنات عدنين يدخلونها تجريبين تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزل لهم التقين الذين تتوفاهم المناقبين يقولون سلام عليكم دهر الجنة بما كنت تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتيهم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنزل مردمون أصرهم سياد ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بيستازعون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دنيه من شيء نحن ولا أولى ولا حرمنا من دنيه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فأنا على رسول إلا البلاغ المبين ويقول ما أستفق لأمة رسول أن أعبد الله وإن يتنب الطاقود فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الصلاة فسيروا بلعطفهم ولو كفقناك المكذبين إن تأرس على أخذهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من نفسه فأخذهم بالله لا ديمارهم لا يبعد الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخترقون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلن نهجروا بالله من بعد ما أدمرهم لأنهم في الدنيا سنة ولا أجر الآخر تأكبر لو كانوا يعلمون الذين أظروا على ربهم يتبكلون وما أرسلنا بهم قبلك إلا رجالا نحي إليهم فاسألوا أهلتك إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرة بين الناس ما نزل إليهم والعلم متفكرون أفمن الذين مقلوا السيئات إن يخطب الله به الأوضى يدون عذابهم من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمجزين أو يأخذهم لا تخوف فإن ربهم رأوه رحيم أولم يروا إلا مهر الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء لسجد لله وهم داقل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دامة والملائكة هم لا يتكبرون يخافون ربهم من فاقهم ويفعلون ما يؤمرون فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغيط الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم اضطر فإليه تجأرون ثم إذا كشف فقر عنكم إذا فريق منكم بربي مشكون ليكبروا بما أتيناهم فتمتنوا فسوف تعلمون وأجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رفرناهم فالله لا تسألون عن ما كونه من دكترون وأجعلون إلا همان سبحانه ولا أم ما يستعون وإذا بشروا عدوا بالأرض ظل وجههم الصد ومفظهم يتوارى من القوم من سوء ما بصر به حينسهم على أخرهم يدسوا في التراب أناسا ما يحكمون للذين لا يؤمن بالأخذ مذا يستعون ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو لأخذ الله الناس بظلمهم ما ترق عليها من دابة ونأكلهم من آجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا تأكلوا سعادة ولا يتقدمون فاجعلون إلا من أخذوا الأتبات وكذبوا أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطا فالله لقد أسلنا لأمهم من قبل يفسهم وشقنا على فروا اليوم الجوى وله أداب الأليم ومن ذلنا علي الكتاب إلا لذبينه لأخذوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما فأحيا بالأرض بعد موضيها إن في ذلك الآتة لقوم يسمعون وإن لهم في الأنعام العبرة تسقيهم مما في بقونهم من بير فرس ودعمهم لمن خلطا سائق للسهدبين ومن سمراض النكر وعنها من التغذر من القرآة إن في ذلك الآتة لقوم يأخذون وأوحى رب قال أنه لا يتهذر من جبل ويتهو من السجل من أرسل ثم أقرر من كل سماعة ويتهو سفر بكذل الله يخذ من بقونها شراب مختلف ألوان وفي شخاء الناس إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله علم قدير والله فضل بعضهم على بعضهم في الرزق أما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكه ما نفهم في سوا أفا بنعمة الله يجهدون الله جاء لكم وزوجة وجاء لكم نفسهم وحفظا بنينا وحفظا وعزواكم من الطيبات أفا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نسقا من السماوات الأرض سئا ولا يتطيعون فلا تغلبوا لله الأمثال إن الله يعلمهم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدهم مملوغا لا يقدر على شيئا ومن رطبناه فينا رسقا حسنا فهو ينزغ منه سرا وجهرا أليستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا ودلين أحدهما أبكب لا يقدر على شيئا وهو كل على مولاه أينما يوجه ولا يأتي بخير هل يستغي هو ومن يأمر بالعدل وهو على شراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مصفرات في جو السماء ما ينزقهن إلا الله إن في ذلك لا يذل قوم يؤمنون والله جعل لهم من بيوتهم سكنا وجعل لهم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضاعكم ويوم يقامتكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أساكا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ما قرق ذلالهم وجعل لكم من الجبال أفنانا وجعل لكم صراب لتقيكم الحظ وصراب لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليكم البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يمجرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يذروا الذين كفروا ولا هم تعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا قصوا عنه العذاب ولا هم منظرون وإذا أرى الذين شعوا شعك قالوا ربنا هؤلاء شعك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إلا الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عنهم سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم لبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليهم الإكتابة بيانا لكل شيء وأدوه رحمة وبسوة المسلمين إن الله يأمر بالأسل والنسان وإيدا وبعنها الفحشاء والبنكر والفغي يعدكم لعلهم تذكرون فأعفو بها دل إذا عاتكم وتنقض أيمان بعض ذوكي واجهة من الله لأيكم فلا إن الله لم تبعر لأفر الزبع نقض الغلزان من بات قوبة أنك تستطيعون أيمان أخذ من بينهم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلكم الله به ولبن لهم يوم القيمة ما كنتم بي لا اختلفون ولو ساء الله نجعل أمة واحدة دورك يبل من يشاء ويدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا إنما لكم دخلا بينهم فتثل قدم بعد تبوتها وتذوق السوء بما صدت معه سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعد الله فبناوا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزي أنهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحكم من ذكر أو أنسى وهم أمنون فلنؤي أنه حياتهم طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانوا على الذين يتعلن ونغلل لهم بمسرقون فإذا بدلنا يتمخنا يتوقعوا على المعنى السلقان وقالوا إنما أنهم مفتر بل أكثرهم لا يعلمون كل نظر أوروه القدس بربيه الأقل سبت الذي نعمل وهدى وبشرار المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يكونون بآية الله لأذيء الله ولهم عذاب أليم إنما يكون الكذب الذين لا يكونون بآية الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أقره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله وقالا قلوبهم وتعلموا أمصارهم وأولئك هم الغافرون لا يجرب عليهم فلافاتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها نغفر رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رسقها رغة من كل مكان فكفرت بأنحم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وفو ظالمون فكلوا من مما رزقهم الله حلالا وطيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والتم ورحمة القنزين وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عذق فإلا الله ورحيم ولا تقولوا لما تصف أسلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفكروا على الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ لَغَفُرْهُمْ وَأَصْلَحُمْ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَأَصْبِرْهُمْ وَمَسْبِرْهُمْ وَأَصْبِرْهُمْ وَأَصْبِرْهُمْ أَصْبِرْهُمْ إِنَّ الَّهَا صدق الله العظيم